خلوني أروح للأهل حديد آه هتقول لي عم يوسف أنتزم الكاوي أقولك صحيح لكن أنا راجل لعبت رياضة تقريبا طول عمري واللي أفهمه في الرياضة نحن نسقف للعبة الحلوة بجد ونشجع النوادي بتاعتنا طول الوقت من ليه انتماء لهذا النادي أو ذاك النادي بسيطة سهلة هي رياضة فيها تنفس شريف بس لازم يكون فيها محبة ويبقى فيها مواد ويبقى فيها الزكاء ويبقى فيها ما نطلق عليه جميعا يقولك خليك رياضي خلي أخلاقك رياضية تسلم على بعض عادي فريق الأهلي حقق فوزا محققا مستحقا دامغا بهدف نظيف على الاتحاد المنستيري التونسي اللي تقول لي آه يوسف أنت كده بتشجع الأهلي يقول لك الأهلي بيلعب مع نادي تونسي تونس صحابنا وحبيبنا واخوتنا الأهلي نادي مصري اتحاد المنستيري نادي تونسي تفتكر هشجع الاتحاد المنستيري يعني؟ أكيد هشجع الأهلي في المطش جدا كمان ومن قلبي ده كان خلال مباراة اللي كانت زي ما حضراتكم طبعا عارفين إنها كانت النهاردة العصر تقريبا في ملعب مصطفى بن جنات في ذهاب دور الـ 32 لمطول الدوري أبطال إفريقيا مباراة العودة بقى هتتلعب عندنا تمنوا للأهلي كل الفوز اوعى ألاقي حد زم الكاوي يقول لي لأ أنا ما شجعش الأهلي في الحالة دي قد انت تشجع الأهلي قوي لأن انت في الحالة دي بتشجع النادي بتاع بلدك محمد عبد المنعم سجل هدف المباراة هذا الهدف الصاحق المواحق القاتل في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضايع وانتهى اللقاء بفوز مثير لنادينا الميرد الأحمر نادينا أيوة فندم ما هو دا بيمسل الكرة المصرية في الحالة دي ضربة حرة مباشرة وكرة رأسية قاتلة في شباك الاتحاد المنستيري ترجمة نانسي قنقر